السلام عليكم ورحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير رمضان مبارك كل عام توم بخير أخراس رمضان مبقاش أجبت لكم اليوم تحلية تحلية البانان مكونات بسيطة بحبة بانان فقط قدر ندير هذه التحلية خفيفة كما تشاهدوا في الصورة لدينا البانان بسيطة بسكوية في الدار و بطاة الفلون و كرامل ثانية حبات اللوز المكونات التي تحلية في البيت تقدر يتخدمي بهم تحلية لدينا بسيطة بسكوية اطحنته هذه الصورة اطحنته هنا بسكوية مشري وانتي وش عندك بسكوية في الدار تقدر يدي لي فقا على الكؤوس تحلية اطحنته بسكوية قطعة زبدة نحاول ندخل لديك الزبدة شوية جامدت لي كانت الفريجيدر نحاول ندخلها في البيت تاعي بيديها كده بالأصابر نحاول كامل شما خذك بسكوية بالزبدة اطراف الاسابيع ندخل كامل بسكوية في الزبدة ندخل لديها حوالي منعاقتين تاع هذا البسكوية في القاع الكؤوس تحلية حوالي منعاقتين ونحاول نضغط عليهم بكسبح دوخر صغيرة شوية عليهم كامل الكؤوس باش ندير الطبقة الثانية هنا عندي كرامل ثلاثة كؤوس لديهم كرامل فقط ونحاول الكؤوس لديهم كبيرة علوز لديهم كبيرة على القرمشة كبيرة على قطعة صغيرة قصرين في الكؤوس اللي بقعوا ثلاثة هذا الأول باش نغير القوتع الفلونتاعي التحلية هذا الكستاني اعتقدوا تعاوضوا بكوكا وتقدروا اي حاجة عندكم تديروها اختياري باللي موجود في البيت تقدروا تعاوضوا اللوز بالكوكا وانش اعرف اي حاجة عندكم في البيت قطعتها شوكو لا تقدروا تعاوضوا تديروا قوة اخر باش تبدلوا البنة فقط انا عندي كاستع الماء وكاستع وعافوا انو ساشي تاع فلونتاعي دلتم فوق النار جمدولي ثم فرقتهم في الكوس طبقة ثالثة ثم فريجدير بردولي عندي هذه الحبة على البنة قطعتها دوائر ثلاث قطع ثلاث قطع ثلاث قطع ثلاث قطع ثلاث قطع ستبقي ثلاث قطع على مقارك ثلاث قطع ثلاث قطع ثلاث فريجة ثلاث قطع منظر رائع للفرونت كانت هذه هي التحلية مشاهدة طيبة للجميع لا تنسوا الاشكال عادة كومنتر وبصامت الفيديو قصير لم يكن لدي الوقت لنصور الأيام عارفين العيد مع الخياطة مع النيتوياج مع عارفين العيد لم يكن لدي الوقت لنصور وديت لكم هذا الفيديو قصير 6 دقائق فقط مشاهدة طيبة للجميع دمتم في رعاية الله وحفظه جميعا كمنون الفيديو مفيش بزاف 6 دقائق فقط مع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة